موسيقى كرجل عنده واحد ممارسة أو خبرة كبيرة في مجال تسير الترابي باعتباره أنه كانت عنده عدة مناصب ديال نفس الولايات يعني ولاية طنجاب الحسيمة في الشرق كذلك في وجداء هاتجربة هذه زائد تكوين دياله الأكاديمي احنا عدنا واحد تفاول كبير أنه ان شاء الله غادي يكون واحد تغيير كبير في هذه المدينة ديالنا وهي مدينة عملاقة وفيها تباينات كثيرة يعني هانتك تشوف ناطحات السحاب أو تشوف الصافح ولذلك حنا المطالب ديالنا كبيداوين السيد الوليد جديد وهي كالتالي أولا الشروع في تسريع المسرح الكبير مدينة الدار بيداء كذلك عدنا أو تاني مطلب آخر وهو مسألة ديال الخطين ديالتراموي التالت والرابع الباقي كذلك متعتر كذلك الحافلات الخطوط ديال الحافلات الجديدة لحاليا الباسوي لحاليا لا زالت متعترة وقد عرفوا أن المغرب إن شاء الله مقبل على تظاهرتين رياضيتين كبرتين منها كأس إفريقيا وكذلك كأس العالم كتعرف التظاهرات راك يجيو الناس من جميع بقاع العالم وتشوفوا بلادنا وحاليا ما نبغيوش شي واحد يشوف هنا شي يشوفها نقصة ولذلك التامسوم السيد الولي أنه يهيئ لها التظاهرتين وكذلك كنا هناك عدة مطالب كتخص البنيات التحتية ديال الدار بيضاء منها مشكلة ديالناقل منها مشكلة ديال مشكلة ديال الفضاءات الفضاءات الخضراء مشكلة اللي هو بسيط كترى المغاطنين كيشكوا منه بزاف مشكلة ديال المراحيد هذا مشكلة كبير بسيط ولكن نرى مشكلة كبيرة بالنسبة للناس هنا لأنه لا يعقل أن البيضاويين تدوروا هنا في المدينة ديال الدار بيضاء وما تلقوش مراحيد عمومية يعني زال بقي عندنا المشكلة ديال الاحتلال الملك العمومي من طرف من طرف البعاء المتجولين ولكن هاد المشكلة اللي كانت رحقها هنا مشي غير هادو كرام غاربة ولكن يلقى لهم السيد الولي شي حل لأنه لا يعقل أنه كين عربات مجرورة كالقوعة وتني مقاهي كتحتل الملك العمومي محلة تجارية كتحتل الملك العمومي حتى السكينة كي اللي كي تقبل حيث ديالو وتيستغل الحديقة اللي قدامه وكي يقول لي ضيفها السكين ديالو لا يعقل بحالة شي غير هو المشكلة دي الاحتلال العمومي خاصه يتحل وحنا مقبلين على هاد التظاهرتين العالميتين طالب لي هو الطالب جوهاري في هاد المدخلة ديالي وهو أن هناك واحد مشكلة كبيرة عندنا صرته على مستوى مقاطعة سيد بليوت وهو مشروع ديال المحج الملكي هاد المشروع اللي عرفت على التورات يعني منذ سنة 1989 ولحد الآن بغينا السيد الوالي ان شاء الله أنه يدخل ويسرع في إنجاز هاد المشروع وكما قال صاحب الجلالة فهذا المدينة ممكن قساواله عندها إمكانيات مالية عالية جداً كتفوق الإمكانيات ديال مدون كفاس ومراكش وهذا جاء في الخطاب ديال 10 أكتوبر 2013 حيث جاء في مضمون هذا الخطاب أن مشكلة داربيضة هو مشكل حكامة هو مشكل أيضاً ديال تسيير وديال تدبير فالميزانية ديال الداربيضة كتفوق الميزانية ديال فاس ومراكش ولكن نشوفه على صعيد الإنجازات فقلقوا النتيجة ضعيفة بالنسبة للداربيضة وكنت من السيد الوالي إن شاء الله قريباً أنه يعالج هذه المشاكل لكن في نهاية المطاف كنت من السيد الوالي التوفيق لأن المطارب ديالنا ماشي كثيراً بسيطاً غير وبين المدينة ديالنا نشوفها زوينة لأن السيد الوالي المهي ديارة كان في طانجة لكانت الحالة ديالك كانت ورجعت بخير كان كذلك في وجدة لكانت الحالة ديالك كذلك يعني يورتي لها ورجعت بخير وكنت من المجيء دياله الداربيضة أنه ينور لنا هذه المدينة إحنا كبضاويين اشتركوا في القناة